السلام عليكم ورحمة الله تحية جديد اخواني الكرام اهلا وسهلا فيكم فيديو هام جدا بداية صلوا على الحبيب محمد وعملوا اعجاب للفيديو اخواني مشان يوصلكم اي شي بنزله ويوصل فيديو للجميع اخواني بهذا الفيديو بنحكي عن كيفية تقديم طلب او طلب مساعدة او اي طلب ان كان او كيفية التواصل مع وزارة الداخلية او مع وزير الداخلية السيد سليمان صويلو اخواني بهذا الفيديو اي شخص مثلا واقع بمشكلة كبيرة عنده مشاكل عنده مشكلة بتخص اهله بتخصه بشكل عام حابب يطلب مساعدة حابب يوصل رسالة لوزارة الداخلية او لوزير الداخلية فهذا الفيديو هو رح يكون باذن الله فيه الشرح الكافي والوافي للجميع طبعا اخواني الكرام يحق لقيا شخص مقيم بالاراضي التركية سواء كان مواطن تركي او اجنبي انه يتواصل مع الجهات العليا ويقدم انه بسلا محتاج مساعدة او بده طلب معين او اي شي معين فبإمكانه يتواصل معهم من خلال هذا الرابط طبعا اخواني الكرام انا رح خلي لكم رابط الموقع التابع لوزارة الداخلية بالوصف تبع الفيديو منشان اللي حابب يطلب طلب او يكتب اي شي او مساعدة او حابب اي طلب شي بإمكانه من خلال هذا الرابط يتواصل مع الحكومة التركية طبعا اخواني الكرام هلأ رح نشرح نحنا ياريت الكل يركز كيفية تقديم الطلب وكيف عم يكون تقديم الطلب بداية اخواني الكرام متل مشايفين بعد ما تفوتوا على الرابط رح يكون في قدامكم هاي الصفحة طبعا هاي الصفحة اخواني الكرام خصصت من قبل وزارة الداخلية تمام؟ هذا الرابط من قبل وزارة الداخلية من الحكومة التركية لأي شخص في مشكلة صعباني عليه بقدم الطلب وان شاء الله الدولة بتقوم بمساعدته اخواني بداية خلينا نعبي الخانات رح عبي الخانات قدامكم تمام؟ مشان تعرفوا كيف بتكون تقدموا الطلب حننزل لهون عبي طلب مني هون اول شي باول خانة الاسم اول شي اخواني الكرام هون بتكتبو اسمكن طبعا بتكتبو اسمكن متل ما موجود بالكملك تمام؟ هون في عندي الخانة اللي بعدها اخواني الكرام عم تكتبو فيها الكنية تمام؟ كنيتكن كمام متل ما موجودة بالكملك طبعا هدا الطلب بقدر يقدمو كشان الكل الناس يكون يعني عند علم السوريين العراقيين العرب بشكل عام اي مواطن اخواني الكرام مقيم على الاراضة التركية قادر انه يقدم هذا الطلب بننزل لهون لتحت كمان هون عم يطلب مني رقم الكملك او رقم تيجي او رقم الاقامة بتحطوا رقم الكملك لاصحاب الكملك لاصحاب الاقامة كمان بتحطوا رقم الاقامة اللي هو ببلش بتسعة وتسعين اخواني الكرام هون تحت عم يطلب مني رقم الهاتف طبعا تتأكدوا من المعلومات تكون صحيحة اخواني الكرام يعني ما تحطوا معلومات ان ما تأكدوا منه هون عم يسألني على رقم الهاتف طبعا بتحطوا رقم الهاتف بحيث انه يكون عشر ارقام تمام عشر ارقام هون اخواني عم يطلب منكم عنوان بريد الكتروني اللي هو عنوان بريد الكتروني اليميل يعني كلنا بنعرفوا بتحطوا ايميلكم اخواني الكرام بعد ما تحطوا الإيميل تنزلوا لهون هون عم يقول عم يختار أنتوا بأي محافظة مقيمين بتختاروا إخواني المحافظة اللي أنتوا مقيمين فيها بأي محافظة أنتوا مقيمين بتركيا بتختاروا المحافظة اللي مقيمين فيها تمام شايفين كل المحافظات موجودة هون هاي محافظة لا على التعيين هون إخواني الكرام عم يسألني ميساج توريازنز يعني نوع الرسالة يعني هون انتوا ليش بتكون تبعتوا الرسالة في عندي اربع خيارات الخيار الاول اخواني الكرام عم يكون طلب هذا اللي محطوط عليه اشارة صح اللي هو استيك استيك بالتركي يعني طلب اللي تحته اخواني هذا اللي هلأ انا قد ضغطت عليه اللي هو يعني اذا عندكم مثلا ملاحظات اذا عندكم امور اذا عندكم نصائح اذا حابين تناقشوا بموضوع معين بتختاروا هذا الشي هون كلمة تبريك اللي تحت اللي هي مباركة اذا حبيتوا تباركوا لشخص او تباركوا للحكومة او لسيادة وزير الداخلية بشيء معين بتحطوا على كلمة تبريك تمام هون ديار الاخر شي اللي هو اذا في عندي غير موضوع انا حابب ناقش فيه طبعا يعني 90% من البشر رح تختار استك اللي هو الطلب لانه فيه ناس كتير عنده طلبات او عنده مشاكل يعني بصراحة فيه كتير مثلا رح اعطيكم مثال اه فيه اشخاص اخواني يعني عندهم مثلا ناس بحاجة لعلاج مثلا بسوريا ومؤادرين يجيبوهم على تركيا عندهم اطفال معاقين اه فيه ناس عم تواجه مشاكل بتركيا فيه ناس عم تواجه قصص وامور كتير اخواني الكرام اه وهي بحاجة انه الدولة يكون عندها علم بهذه الامور بحاجة انه توصل صوتها فهذا الفيديو اخواني يعني مساعدة للناس مساعدة للبشر فياريت اي شخص بيكون عم يشوف هذا الفيديو يضغط على زر اللايك ويشارك الفيديو لكل اصحابه منشان الجميع يشوف الفيديو بعد ما منختار هون اخواني نوع المسيج مننزل لتحت لهون هون عم يطلب مني العنوان بهي الخانة اخواني الكرام رح تكتبوا عنوانكم تكتبوا العنوان اللي انتو مقيمين فيه بكل بساطة تمام هون حننزل لتحت عبيقلي انه شو الموضوع تبع المسيج يعني مثلا باختصار بتكتبوا كلمة او كلمتين اللي هو مثلا مساعدة انا بحاجة مساعدة او او مثلا بتكتبوا النص يعني الموضوع هذا مختصر بيجي براس الرسالة انه عن شو بيحكي الموضوع اللي انتو رح تحكوا عنو تمام بعد هيك بننزل لتحت اخواني هون بقى بتحكوا انتو عن الموضوع تمام طبعا بنصح انه اتم الكتابة باللغة التركية اخواني الكرام اللي ما بيعرف لغة تركية بيشوف اي شخص او بيفوت على الجوجل بترجم النص بتأكد من ترجمة النص انها صحيحة وبيحطها هون يعني بتكتبوا هون اخواني المشكلة اللي انتو عم تعانوا منها او المساعدة اللي انتو بحاجتها تمام بتكتبوها هون بكل شكل واضح وصريح بتكتبوا طلبكن او مساعدتكن او اي شي انتو كنتو رايدينو وبعد هيك اخواني بتنزوا لهون بتضغطوا على بن روبوت ديلم يعني مشان يتأكد الموقع انه انتو اشخاص حقيقيين فبتضغطوا عليها متل ما لكن شايفين بيعطيكم اشارة صح انه تأكد الموقع انه انتو اشخاص حقيقيين تمام اخواني وبعد هيك في عندي هون كلمة جندر اللي هي ارسل تمام بتقوموا بعد هيك بارسال الطلب بعد هيك اخواني بيوصل الطلب طبعا وهني بتواصلوا معكن يعني بفترة خلال فترة قصيرة بتواصلوا معكن وبيقولوا لكن انه شو وضع الطلب شو لازمكن انتو شو اللي صاير معكن بتأكدوا كل شي بياخدوا منكم ممكن ياخدوا معلومات اضافية وبعد هيك اخواني بساعدوكن باذن الله يعني متل ما كلنا بنعرف الحكومة التركية ما بتأثر مع حدا اذا شافت شخص بحاجة لمساعدة بتساعده بصراحة يعني ما بيأسروا مع حدا نهائيا طبعا متل ما شايفين اذا مننزل اسفل الصفحة اخواني الكرام متل ما شايفين هي الصفحة تابعة للحكومة التركية ولوزارة الداخلية يعني رابط متل ما بيقولوا للدولة فما حد ما في اي مشتلة نهائيا انه اي شخص يقدم طلب تمام فبنرجع متل ما اتفقنا متعبوا هدول الخانات انتو بشكل واضح وصريح وكامل تمام وبتضغطوا على كلمة ارسال اخر شي وهن بتواصلوا معكن اخواني الكرام وان شاء الله كل الناس بيستفيد وربي يشفي كل مريض اخواني الكرام وربي يكون مع الشعب السوري ومع الشعب العربي بشكل عام وكل شخص مقيم على الاراضي التركية وهذا كان موضوع الفيديو وطبعا لا تنسوا تضغطوا لايك على الفيديو اخواني انه كمان في عندي فيديوهات تانية جدا مهمة مفيدة رح نزلها باذن الله تعالى تحياتي لكم اخواني والسلام عليكم ورحمة الله